ترجمة نانسي قنقر النهاردة بطرح فكرة غريبة شوي من كم يوم كده وانا قاعدة ومسكة كتابي وبحب دايما اقرأ قبل ما نامي قلت يلا اعمل حاجة اشربها رحت عشان اعمل الشاي اللي انا عايزة اشربه عديت من قدام المراية وقفت قدامها للحظات وصرحت كأني بشوف ملامحي من اول وجديد كأني بشوف نفسي من جديد وجات على بالي فكرة غريبة ايه اللي ممكن يحصل لو غابت المراية من حياتنا؟ يا ترى غياب المراية ممكن يخلي فيه ترابط اجتماعي؟ ممكن يخلي العلاقات الاجتماعية اقوى؟ او ممكن يخلي الاصحاب والاصدقاء اللي موجودين في المحيط بتاعنا اكتر؟ مش هنفرط في حد بسهولة؟ هل فكرة غياب المراية عن الحياة؟ ده شيء سهل والله صعب؟ سؤال ورا سؤال ورا سؤال وسؤال عمال يجيب سؤال وقلت لازم النهاردة اعرض على حضراتكم الموضوع هل من الممكن تغيب المراية عن حياتنا؟ مشاهدين ساعة مع نبال اهلا بحضراتكم في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نبال فكرة غياب المراية مش شيء سهل ابدا يعني معنى كده ان ممكن ده يقصر بالسلب علينا لان الثقة في الفترة دي او في المرحق او في الامر ده هتكون مصدرها الناس المحيطين بينا يعني ملامحنا شكلنا لون عينينا شعرنا كل ده احنا مش هنقدر نحدده لكن هنقدر نشوفه في عيون الناس اللي موجودين حوالينا طي ما ممكن الناس دول يضللونا يعني ما يقولوش الحقيقة ما هو التقدير ده نسبي وبيفرق من شخص للتاني وتبع اهواء كل واحد واللي جوه كل واحد بقى وانتو فاهميني فكرة غياب المراية خلت اسئلة كتير زي ما قلت تيجي على بالي هنشوف ملامحنا ازاي هنشوف نفسنا ازاي هنعرف مظهرنا عامل ازاي وهيئتنا يعني معنى كده خلاص هنعتمد لو اعتبرنا ان المراية غابت عن الحياة ان الناس اللي حوالينا هم العيون اللي بيعكسوا الصورة بتاعتنا طيب انا بعتبرها ليه امر افتراضي طيب ما هي دي الحقيقة طيب ما هو ده اللي بالفعل بيحصل في حياتنا احنا كتير مننا عايش حياته كلها بياخد صورته من عيون الناس اللي حوالينا هي المراية دي عبارة عن ايه عبارة عن عاكس للصورة كتير مننا بيبزي المجهود اكتر من طقته علشان يشوف التأدير في عيون الناس المحيطين به مش بيعيش زي ما هو عايز ولا بيفكر زي ما هو عايز يفكر ولا بيرسم لحياته البلان اللي هو نفسه اللي عايزه بيعمل كل حاجة عشان يرضي كل عين حواليه وطبعا زي ما قلت كتير بيوجهونا غلط وكتير بيبقى عندهم الانانية انه عايزين يسعدوا نفسهم بينا وهنا التوهان اللي بيحصل حالة من عدم الاتزان وعدم الرضا بتقابل كتير مننا لانه مش لاقي نفسه مش لاقي مرايته مش عارف مش عارف ان التقدير لازم يكون من ذاته مش من الناس اللي حواليه وعشان كده بنبذل مجهود كبير جدا في المظهر الخارجي اللي يرضي عيون الناس اللي حوالينا اللي احنا اعتبرناهم دلوقتي انه هم المراية اللي موجودة في الحياة كل حاجة في حياتنا اترجمت بالشكل ده اقناعة اعمالين نلبسها قناع ورا قناع ورا قناع علشان نزهر بشكل معين كأننا في حفلة تنقرية لكن مفيش حد فينا بيبان بشكله الحقيقي وده اللي خلى حالات الاكتئاب وحالات التوتر وحالات القلق وحالات الانتحار اللي بتحصل لان كلنا تيهين كلنا مش قادرين نشوف نفسنا احنا عملين نشوفها في عيون الناس اللي حوالينا وهم بيضللونا ويفضل السؤال ممكن تبقى الحياة من غير مراية وان الناس تكون بديل المراية احنا دايما لما بنقف قدام المراية بيبقى فيه ظاهر وباطن يا ترى كم واحد فينا بيقدر يشوف الاثنين مع بعض الظاهر والباطن وده اللي بيطلق عليه الشخصية السوية لانه ساعتها بتوجه نظره للمستخبي للي محدش شايفه اللي هو احنا هيشاركني الحوار الدكتور سمير غنين استشاري استاذ الادارة باكاديمية الشرطة اهلا بحضرتك يا فان استاذ دكتور سمير غنين تسمح لي يعني اقول لحضرتك سؤالي المراية لو غابت عن حياتنا هل ده من الممكن؟ حضرتك ذكرتي في المقدمة كلمات اسعدتني لصدقها الا وهي الشخصية السوية ربما الغالب مننا لا يدرك يعني ايه الشخصية السوية ودايما يا ما بنكلم على سوي او غير سوي انا ما بتكلمش على مجنون او غير مجنون اطلاقا بالضبط ولكن الشخصية السوية هي التي تصدق باطنها حاضرها بمعنى اني دايما بتعامل بما حقيقتي انا وده الفرق بين الانسان بيعكس عكس ما يبطن ايه الدليل على الكلام ده؟ جيمي كرايسون وهو احد الباحثين في مجال علم النفس اطلق على الكلام ده قالك صدق الضمير لو كل انسان فينا منذ التنشئة الاجتماعية وهو صغير انشئ على الصدق في حياته هيتعامل ظاهره كباطنه لن يكون هناك بعض من الناس اللي هو بيظهر شيء وفي باطنه شيء اخر طيب ده يتحقق ازاي؟ صدقي مع نفسي لازم اني ما يشغنيش الاخر ربع العدوية قالت كلام جميل قالت رب يجعل ما بيني وبين العبد دمار واجعل ما بيني وبينك عمار لو استعتدنا الصدق في حياتنا ظاهر وباطن هنكون شخصية سوية وعلشان احقق ده المفروض اني بنقول للوالدين ربي ابنائك عوامل التنشئة الاجتماعية السريمة في البيت ما ينفعش ان انا اعوده على كذب باطن ما ينفعش ان انا اخليه يتجمل ليظهر عكس ما يبطن بل بالعكس تماما بما اني مؤمن بالصدق والصحيح في حياتي اعمله بصرف النظر عن الاخر في بعض الاحيان دكتور سامير دكتور سامير يعني هل غياب المراية عن الحياة لو احنا اعتبرناها انه امر يعني ممكن انه هو يحصل هل ده ممكن يأثر على ثقة من نفس الافراد طبعا هو ببقى الدم الاخر حاسس انه هو بطل في واقع ما بيختلب نفسه بيشعر بضعف شديد وده ممكن يسبب امراض نفسية لا حصرة لها على رأسها الانفصام انفصام الشخصية خلاص هو عايش بشخصيتين وليه اللي يسبب لي ان انا اكون انسان ظاهري شيء وبطني شيء ليه ما اعتدش ان انا اكون انسان طبيعي طول ما انا بتعامل بالمزاقية المفروض ما فيش خوف من الاخر بالعكس انا هتعامل مع الناس بطبيعتي هو ما يحمنيش اعباء نفسية ممكن تظهر في ذلات اللسان ويظهر شكل وحش تظهر في احلام يقضى وتظهر شكل وحش لان العقل الباطن مسيطر في بعض الاحيان فانا رأي من رأيك لا بذ من الاستغناء عن المراية الا ان كانت المرآة هنا شخص موثوق فيه يصدقني الحديث يكون دايما صادق معايا الشاعر بقول وارى في سيئاته كأني لا ارى وارى محاسنه ان لم تكتبي وبالتالي ها يديني انطباع حقيقي عن نفسي ده الصديق المطلوب يكون مرايتي اما لو مرايتي ذاتية انا هاعتاد على الصدق وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الصدق الكذب منجي فالصدق انجا اذا هنا نهانا الرسول عن المرآة السيئة عن مرآة الزور دكتور سامير فكرة الناس اللي ما بتقدرش تشوف ذاتها دول ممكن نقول عليهم ايه او يتحطوا تحت تحت مسمى ان ده مرض مارين ايه ما اعتقدش اطلاقا بالعكس تماما هيفضل الانسان ده طول عمره بيعاني من مشكلات نفسية بيعاني من ضيق داخلي وزي ما قلت الحضرتك ده بيسبب امراض على اللونجران على طول المدى بيسبب له امراض نفسية لازم الانسان يعتاد ان هو يعيش في الوعي وغير الوعي بمصدقية واحدة وبسيمترية واحدة في حياته هو ده اللي احنا عايزين هو ده اللي احنا عايزين نوصله في ساعة مع نبال ازاي يبقى فيه مرآة الزات دكتور سامير بشكر حضرتك وبشكر وجودك في ساعة مع نبال على الرحب والساعة زي ما قلت لحضراتكم والدكتور سامير كان لنا شرف بالمداخلة اللي يعني شاركنا الحوار في موضوع المراية النهاردة والترابط الاجتماعي ان فيه مشكلة كبيرة معظمنا بيعيشها وهي فكرة المظهر الخارجي اللي احنا بنحاول دايما نظهره للناس اللي حوالينا علشان زي ما قلت وبعدها تاني ان احنا ناخد ودهم او رحمتهم او تقدرهم كل حاجة بقينا بنعملها في حياتنا مش عشان ذاتنا مش عشان تسعدنا احنا مش عشان تحقق لنا احلامنا احنا احنا عمالين نرضي ونسعد ونحقق احلام الناس اللي حسين بنا وده بيخلينا دايما تعبنين لاني دايما تايهين من نفسنا ومش عارفين احنا رايحين فين وتلاقي كلمة شهيرة جدا كل الناس بتقولها او معظمنا انا مش لاقي نفسي انا مش راضي عن حياتي انا مش مبسوط من اللي انا بعمله وفي نفس الوقت خايفين نعبر خايفين نتكلم خايفين نلبس اللي احنا عاديين وحبين نلبسه خايفين نعرض افكارنا او قراءنا اللي احنا مقتنعين بيها اصل ممكن الناس اللي حوالينا يتهمونا باتهمات معينة كل حاجة حولناها لمظهر خارجي وسبنا الحاجة الاساسية اللي المفروض انها تكون موجودة جوانا عشان تزود الثقة بنفسنا وتخلينا نقدر نكمل طريقنا بنمسك الكتاب عشان يتقال علينا مثقفين مش عشان احنا مثقفين السبحة عشان يتقال علينا متدينين مش لاننا احنا متدينين فكرة المراية ووقوفي قدامها زي ما قلت بيبقى فيه ظاهر وباطن حاجة منهم ممكن تغلب على التاني والاكتر زي ما قلت الظاهر يعني حاجة من اللي اتنين وقلي القوي اللي بيقدر يجمع بين اللي اتنين وده يتحط تحت مسمى سوي انسان سوي حاجة منهم بتبقى ظل بتبقى هامش والاكتر اللي بتغلب وتسيطر المظهر لو فيه سؤال وجهته لأي ستة أو أي راجل انت أو انت خلينا في الستات اكتر انت لابسة ده ليه؟ على طول من غير ما تفكر هتقول علشان نفسي لكن مش دي الحقيقة تسايين في المية مننا بيلبسوا معشان الاخرين بيمسكوا الشنطة دي عشان الناس اللي حوالينا مش عشان الحاجة دي بتسعدنا مش عشان انا سعيد اني تعبت وقدرت اجيبها وهو ده اللي خلينا نفقد طعم السعادة كل حاجة احنا اصحاب اليد فيها ونرجع تاني لسؤالنا ممكن الحياة تبقى من غير مراية ممكن المراية تغيب عن حياتنا طب هنشوف منا ما احنا ازاي دكتور احمد عيسى استشاري الموارد البشرية هيشاركني الحوار ويرد على السؤال هل ممكن المراية تغيب عن حياتنا ولا لا اهلا بحضرتك يا فاند يا اهلا وسهلا بحضرتك وستاذ المشاهدين ومتابعين البرنامج بتاع حضرتك نقدر نعيش من غير مراية صعب موضوع صعب بس خليني ارجع لاجابة السؤال بتاعك يعني انت طرحت مع الاستاذ الدكتور سامير موضوع ومستمرة فيه يعني بس خلينا عشان نجوا بالسؤال تفضل نقولي المراية بتقدم ايه عشان نقدر نكرر اذا كنا نقدر نقعد من غيرها ولا لا او نعيش من غيرها ولا لا تمام المراية بتبقى نعكاس نعكاس لصورة بتبين صورتي اه بس للاسف المراية ما بتبينش حاجات معينة فيه مثلا الاخلاق ما بتبينهاش القيم اللي جواية مش بتبينها المراية الحاجات ديت والعلاقات ديت والامور الاخلاقية والترابط الاجتماعي اللي بيبينها الناس يعني المرء ومرآته اخيه فعلا الانسان الصدوق ده نعمة اللي بيبين لك جد بمنتهى المصدقية مش باي غرض اه اخلاقي يعني انا بشوف تصرفاتي كان الصحاب يقولك انني ارى اثر معصيتي في خلق دباتي وزوجاتي تمام فبيبين اثار العمل اللي بيعمله في حياته فيه ناس بتتطوع كده كان سيدنا عمر يقول ايه خيركم من اهدى الي عيوب لان ما فيش حد كامل ما فيش حد فينا معصوم ما فيش حد نبي في الزمن ده بس دكتور برضو فيه نقطة ما هو اهداء العيوب دي لها شروط يعني فيه شروط يعني اللي بيحصل اللي بيحصل دلوقتي ان الناس يتحولوا للمراية وانه هم يبقوا العيون اللي بتعكس الصور لازم يبقى ليهم مؤهلين ولازم يبقوا عارفين الحكمة من التوجيه وان ازاي احنا نحافظ على اللي قدامنا ان ما نقصرش عليه نفسيا بتوجيهنا او بنقدنا وليها شروط يا فندم تمام النقد يكون بناء وطريقة الاهداء اسمها اهداء يعني مش نقد لازع بالزبط يعني تخليل الهداء بتبقى مغلفة بتبقى لطيفة بتبقى مناسبة للطرف اللي قدامي خلينا نرجع للسؤال لو احنا هنعيش من غير مراية اه طب ايه يعني العلاقات الانسانية والترابط الاجتماعي بشكل عامل ازاي اكيد في معايير تانية غير المظهر بقى هو ده الكلام اللي ممكن نقول يعني لو ما فيش مرايات وما فيش اهتمام بالمظاهر عشان ارضايا الاخرين يبقى في معايير تانية ممكن تزود الرابط الاجتماعي على فكرة في الوقت ده انا بشكر حضرتك والباطن بيبقى مهمش لكن فيه ناس بتقدر تنجح انها تجمع بين الاتنين ودول اللي قلنا بيبقوا عندهم شخصية سوية لان فكرة ان انا اشوف الظاهر بس معنى كده ان انا هاهتم بالحاجة الخارجية اللي بتردي عيون الناس اللي حواليا لكن لما اقدر اني انا اشوف الباطن ومن خلاله ابني الظاهر انا هنا هقدر احدد الملامح بتاعتي هقدر احدد هيئتي وشخصيتي والطريق اللي انا عايزة امشي فيه المراية لو اعتبرنا انها حاجة افتراضية غيابها فهي بالفعل غابت من حياتنا غابت لما ما بقتش موجودة جوانا لما بقناش نشوف نفسنا بالشكل الصحيح اللي المفروض نشوف نفسنا به بنقول على الشباب او الجيل او جيل دلوقتي انه مختلف وانه غريب وانه كذا كل الحكاية انه هم حفظوا على المراية بتاعتهم مش هقول كلهم لكن اغلبيتهم بيفكرهم بطريقتهم مش بطريقة الناس اللي حواليهم بيلبسهم بطرقتهم اللي يبسطهم اللي يساعدهم مش اللي يساعد الناس اللي حواليهم بيختاروا الطريق بتاعهم وتعلمهم بشخصيتهم وعشان كده احنا بنقول عليهم مشاكسين وعشان كده احنا هم مش عاجبيننا لانهم معشوش نفس حياتنا ان احنا طول عمرنا عايشين نردب ونشوف صورنا في عيون الناس المحيطين بينا لانه هم مرايتنا بنبذل مجمود كبير جدا وفي الاخر بنلاقي نفسنا برضو موصلناش لحاجة انا معايا الاستاذ الدكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية اهلا بحضرتك يا فنم اهلا بحضرتك يا فنم اهلا بيك ايه رأي حضرتك في موضوع الحلقة النهاردة وغياب المراية عن حياتنا ده موضوع مهم جدا لانه الانسان لما بيكونش قدر يكتشف جزء من نفسه بيتوه بيبقى ما عندوش استعداد على الاطلاق انه هو حتى يطور او يجدد وطالما انه هو ما يعرفش التفاصيل الحقيقية فيها عايز اقولك انه المراية الحقيقية في حياة البني اذن هي مش من خارجه هي من داخله بالزبط والانسان من جواه بيقدر يكتشف مواطن القوة والضعف انما عايز اقولك انه زمان احنا عرينا قصة احتان عبدالقودوس المراية ولو تفتكر حضرتك كانت البطلة الفيلم لما اتعمل السينيما كانت الفنانة الكبيرة انا جلقى فرش طمام وكانت بتطلع قدام المراية ويتسيب شعرها الطويل وكانت دايما امها تقول لها انت اجمل بنت في العالم انت مفيش حاج يستهلك في الدنيا دي علشان كده فرضت عايشة لوحدها للابد لغايتما امها اتوفت وما تدوزتش بعد كده لكن اكتشفت ان الحياة لازم تبدأ من الداخل مش من الخارج المراية ممكن تكون عاكسة بس ادعى فما تدكيش الابعاد الحقيقية لنفسية البني ادم انت يا قلت مقاتمة جميلة جدا بيكلوا دايما هم عايزين مش لازم اللي حواليهم يكونوا بيحبوا ده بيلبسوا اللي هم بيحبوه مش لازم اللي حواليهم يكونوا بيحبوه عندك حق بس في جزء من استقلالية الجيل ده انه ما بقاش بيبحث عن رضاء ما نحاوله وبقى كتير قوي بيواجه في قضايا كلها هامشية ما هياش عميقة غياب المراية الداخلية بقى هي السبب بقت بدلها السوشيال ميديا بقت بدلها اللايكات اللي بيعملوها الشباب لبعض على اي جملة حتى لو كانت جملة صحية فبتعتقد ان انت وصلت الى اعلى درجات الحكمة المراية الحقيقية في حياتنا هي سبت مش اننا نجدب على نفسينا كل لحظة ازاي ازاي يا فندم نوصل للدرجة دي يعني لو انا دلوقتي بقول ان في انا قلت من شوية ان احنا لما بنقف قدام المراية بيبقى فيه ظاهر وباطن مش كلنا بنقدر نفعل اتنين يعني فيه حاجة بتسود على حاجة تانية وتخلي الحاجة تانية دي همشية وهو الاغلب الذات هي اللي بتبقى حاجة همشية ومنهتم جدا بالمظاهر الناس اللي بتقف قدام المراية ومش شايفة حاجة تانية الا شكل الخارجي دول بيتحطوا تحت اطار المرض ان هم مرضى نفسين هي مسألة الصدقية في حاجات الناس البني ادم الصدحي دي ما عندوش عمقة تداخله دايما بينظر الى الشكل الخارجي على انه هو ده محور الاهتمام وبيركز عليه وبيبديله كل اللي عنده من ساعات اليوم ومن الجهد ومن الفلو وعايز اقول لي كمان انه ما عندوش قابلية للاي انتقاد لاي توقع منه خاطئ وانه بيعتبر الانتقاد ده بيضبط من كرانته ومن شخصيته فاصبح التعديل في صروبة عشان كده لازم البني ادم دائما يعلم انه مش كامل والكمال لله وحده فلازم من داخله يبقى متأكد ان مجتبعه يشير الى ايه الى الاجزاء اللي نقص عنده لما نعمل كده بقى ما عملهاش على انه شكل من اشكال الانتقاد المباشر انما انا اقول هالو انت هتبقى اجمل لو عملت كذا انت دلوقت جميل بس هتبقى اجمل لو بقيت كذا المجتمع ساعات ما بيبقاش عنده الاسلوب الصحيحة ليوجهه للجيل ده هي دي الحقيقة دكتور طارق ان احنا محتاجين ان يحصل لنا تأهيل في فكرنا وثقافتنا عشان نعرف نتعامل مع الاجيال ونعرف نشيل الاجابة العالية اللي موجودة بيننا وبينهم بشكر حضرتك وبشكر مدخلتك في الساعة معني بالك كل شك لك يا غماني فكرة المراية وغيابها عن حياتنا زي ما قلت انها مش شيء سهل يعني لما عدت اقرأ عن الموضوع شوية لقيت ان زمان 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 قوي 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 كان ممكن يعمله تعذيب بالمرايات يعني المراية ممكن يبقى ليها اثر سلبي واثر ايجابي لكن لو زادت عن حدها شوية ممكن تبقى عذاب وهم فعلا كانوا بيعملوا كده زمان قوي 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 انه هما يدخلوا انسان جوه قوضة كلها مرايات ويسبوه بالساعات والايام لغاية ما يحصلوا حالا من الجنون وده كان نوع من انواع العذاب يعني معنى كلامي ان اي حاجة بتزيد عن الحد الطبيعي ممكن تكون مدرة للانسان المراية زي ما قلنا لازم تكون من جوانا لازم نشوف نفسنا بالشكل السليم لازم نحب الحاجة اللي احنا بنحبها واللي احنا عايزين نعملها المراية احنا قصرناها مع نفسنا الصراعات اللي حصلت بين الرجالة والستات اللي قلت الأزواج يعني حصلت بسبب انه هم قصروا المراية اللي بينهم فبقى كل واحد مش شايف التاني كل واحد عايز التقدير وعايز الاحترام وعايز يحس ان هو بيقدم اللي مش ممكن اي حد تاني يقدمه واعتمدوا اعتماد كامل على المراية مراية العيون اللي موجودة حواليهم عشان كده الحياة بوزت وقيس على كده كل حاجة في حياتنا لازم المراية تبقى موجودة لكن في نفس الوقت تبقى موجودة جوه نفسنا وجوه ذاتنا احنا لنحدد حياتنا احنا لنحدد طريقنا احنا لنحدد فكرنا نعمل الحاجة لاننا بنحبها لما نقف قدام المراية نشوف ملامحنا الحقيقية نشوف الملامح المستخبية اللي ابتسامة اللي محدش بيشوفها الا انا نكلم نفسنا مش وصله دلوقتي في علم الطاقة ان المراية بتخزن الاحداث ان المراية بتدينا الطاقة انا عايزة اقول ان المراية مش هي اللي بتدينا الطاقة احدى اللي بنيديها الطاقة لما بنبقى شايفين نفسنا كويس لما بنقدر نوصل للاتزال وتحقيق الذات كل الامراض اللي انتشرت في الفترة الاخيرة اكتئاب انتحار وعملية الانتحار اللي زادت في الفترة الاخيرة كلها مبنية على عدم اتزان نفسي وان الناس تايها ومش لقيا نفسها حتى السعادة مش لقياها ما هتلاقيها ازاي يا جماعة لازم تبقوا فاهمين ان المراية جوانا مش في عيون الناس اللي حوالينا كلهم ليهم اغراض كلهم ليهم مصالح كل واحد عايزك تعمل اللي يرديه واللي يفيده لكن انت لازم تخلق المراية جواك تعمل اللي يرديك اللي يسعدك اللي يبسطك الجابة العالية اللي ظهرت بيننا وبين ولادنا لاننا ما شفناش الطريق اللي هم ما شفوه ما فهمناش ان احنا بنعيش مرة واحدة لازم نكمل الحياة لازم نبسط نفسنا نلبس اللي احنا عايزينه نفكر بطريقتنا نحب الحياة بسلوبنا فيه ساعات حاجات ممكن تحصل غريبة جدا جربتوا مرة تبقوا ماشين او نازلين من البيت ومتشيكين ولبسين وكل حاجة زي الفل وقفنا قدام المراية وشفنا نفسنا امر 14 نزلنا الشارع بالصدفة قابلنا حد من اصحابنا ايه ده مالك النهاردة انت شكلك متغير ليه ده انت وشك اصفر يبدأ الشخص يتخد على نفسه وبدل ما الطبيعي انه يجري على المراية عشان فعلا يتحقق من اللي هو من اللي صديقه قالهوله يلاقي فجأة فيه مراية افتراضية ظهرت قدامه وعملت له عدم اتزان وعدم ثقة بنفسه ما تقولوا ليش ان ده ما بيحصلش معه كتير من ندا ده غير حاجات تانية كتير لازم نفكر تاني في موضوع المراية بس علشان لما نقف قدامها نشوف ملامحنا الحقيقية قبل المظهر الخارجي لسه مكملين في ساعة مع نبال وايه اللي ممكن يحصل لو غابت المراية يعني فكرة ان المراية يبقى الناس اللي حوالي عمرهم ابدا ما هيقدر يوصفوني زي ما اقدر انا اشوف نفسي يا ترى هنقدر بالفعل يبقى جوانا المراية دي يا ترى هنقدر نحييها تاني من اول وجديد في حاجات كتير وحوارات كتير لما برضو اعرضت الفكرة قبل كده على فكرة غياب المراية عن حياتنا فكان في حوار بين سين وساط سين بتقول ان انا كان عندي يوم مرهق تعبانة فيه عملت مجهود جابل جدا جدا ومش يوم واحد ده ايام نتيجة العمل اللي انا فيه اللي انا بقوم به وفجأة حصل تليفون بينها وبين زميلة وهي بتتكلم في التليفون شافت نفسها في المراية حست ان ملامحها اختلفت بقت اكتر نظم ملامحها بقت مختلفة كبرت عن الاول وسرحت اللي معاه على التليفون حس بالموضوع قالها انتي سرحت في ايه فردت عليه وقالت له اني انا ببص في المراية فشفت الملامح بالشكل فلاني وحكت له الموضوع واحساسها فرد عليها قالها ان احنا لما بنوقف قدام المراية بيبقى فيه ظاهر وباطن وان فيه حاجة من الاتنين بيغلبوا على بعض واعتقد ان فيه حاجة منهم بتبقى هامش قالت له يعني ايه؟ يعني المراية مش حاجة واقعية؟ قالها المراية بتوريك الظل وده بيخليه زي ما قلت حاجة مش واقعية يعني المراية خدعة وده كان رأي من الاراء بقيت محتارة يا تارى فعلا المراية خدعة وانا المراية شيء حقيقي ولازم يبقى موجود جوادة عن تجربتي انا الشخصية ورأيي ان فيه حاجات في حياتنا شفتها من ناس محطين بيا كانت كلها مظاهر يعني حسيت ان الافراد بيعملوا الحاجات دي مش عشان نفسهم زي مثلا ان هم يروحوا مكان بعيد جدا 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 عن بيتهم لمجرد ان المكان ده مشهور او معروف او بيعد فيه الفنانين فلما مرة سألتهم إيه اللي يخليكم تروحوا مكان بعيد كده قالوا استدمك ازاي ده مكان معروف جدا في الوقت ده حسيت بحاجة غريبة يعني المشوار الطويل اللي هم قطعوه مش عشان يبقوا مبسوطين ده عشان يبقوا في مكان مشهور استغربت جدا الحوار ده غير حاجات كتير بشوفها حوالي في المجتمع اللي انا عايشة فيه اني نلبس لنفسنا ونقرأ نفسنا ونبص بعنينا احدى ونمشي في طريقنا احنا محتاجين يبقى فيه مراية بجد انا دلوقتي بعرض عليكم الاسئلة واتبدا ان انتو تشركوني الحوار ممكن يبقى فيه مراية ولا صعب انها ما تكونش موجودة في حياتنا يا ترى لو غابت المراية عن حياتنا حتكوني ازاي يا ترى انتو مع مين مع وجود المراية ولا ان المراية خدعة محتاجين نفكر ومحتاجين نشوف نفسنا ونحقق الاتزام ونعيش حياتنا نعيش حياتنا بالطريقة اللي تسعدنا بالمراية اللي موجودة في عيوننا بالمراية اللي احنا عايزين نشوف فيه طريقنا عشان نقدر نكمل عشان نبقى فيه سعادة عشان ما نحسش ان احنا تايهين ولا ضيعين ولا مش لقين نفسنا الحياة حلوة الحياة حلوة ومحتاجة مننا شوية مجهود وشوية نور نشوف نفسنا منه بجد لسه الفرصة قدامنا وسؤالي ليكم لو غابت المراية عن حياتنا الحياة هتكون ازاي تصبحوا على خير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة